من مواقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك توظيف أهله في خدمة الدعوة هذا الموقف كلكم تعرفون وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر الصديق في قصة الهجرة تروي الرواية السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا في منتصف الليل فأيقظنا من النوم وعندما جلس مع والدها أبو بكر الصديق أسر له بقوله لقد أذن لنا بالهجرة وعندما سمع أبو بكر الصديق بهذا الخبر بكى لكن أي نوع من أنواع البكاء هذا بكاء الفرح أنه سيرافق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة الجميل في الموضوع هو ليس فقط خروج أبو بكر الصديق في الهجرة وإنما الأجمل التخطيط والتنظيم والتنسيق مع زوجة أبو بكر مع بنات أبو بكر مع أولاد أبو بكر رضي الله عنهم كلهم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في قصة الهجرة وهذا اندل على شيء فإنما يدل على أن الأسرة تسعى لمشروع واحد الأسرة في تكاتف الأسرة في ترابط فكلهم في خدمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهذه التربية التي كان يربي فيها أبو بكر الصديق أولاده وبنات فوظفهم لخدمة الدعوة خرج أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسأل هنا من كان يخدمه وهو في الغار من كان يساعده وهو في الغار من كان يذب عنه الأذى وكلام قريش وهو في الغار من الذي تولى هذه المهام؟ الأولاد الأولاد والبنات هم الذين قاموا بهذا الدور فإذا توظيف الأهل لخدمة الدعوة أبو بكر الصديق نعم هو متميز في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحاج في الصدقة ولذلك إيمان أبو بكر الصديق يعد الإيمان الأمة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلو وضع في كفلة ثقلة ووزن كفة أبو بكر الصديق ولكن البيت والأسرة والتربية هذا جانب كبير والناس في غفل عنه ولذلك أردنا أن نلقي الضوء على بيت أبو بكر الصديق من الداخل